مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي مساوكا سعيد بخوفيسا غلا بيك معنا شكرا شكرا الاستضافة إذن البحمرون ينتشر أمس فقط 14 حالة إصابة جديدة بدأ في باتنا تحديدا في ابتدائية دراعتين بمروانا الحقيقة هذه نتيجة كانت منتظرة لكون كما سجل ذلك وزير الصحة أمام مجلس الشيوخ أنه لم يكن فيه تقريب فسط استعمال الوقاية ضد هذا المرض من 2014 إلى 2017 ومدام هؤلاء الأطفال من أطفال المدارس فهذه الفترة الزمنية تكون موازية لعدم وجود لقاح أنذاك وبالتالي كان فيه الآن فجوات في المنظومة الصحية فيما يخص اللقاح وهذه الفجوات هي في الحقيقة النتيجة انتع عدم التلقيح في الفترة ما بين 2014 و2017 طيب نلاحظ أن الوسط التربوي هو الحاضن الرئيسي لهذا الوباء كيف تكون الاحتياطات في المدارس رغم الحملات التكسيسية من طرف وزارة الصحة في هذه الأشهر الأخيرة الحصبة أو البحمرود مرض معروف دون تجار سريع جدا وخطير في نفس الوقت لأنه ممكن أن يهلك كل ما كان الطفل صغير وعنده نقص في المناعة خاصة ما بين ثلاثة أشهر وثلاثين شهر ممكن أنه يكون المرض عنده خطير وبالتالي يؤدي إلى وفايات عند الأطفال يعني اللي فاتوا السن الخامسة ممكن يكون يعني صعب ولكن مش في نفس الخطورة بالنسبة لأطفال صغر إلا إذا كان أطفال يعانوا من سوء الأكل أو من سوء الوزن هذا فيه إمكانية أن نشاهد عندهم حالات صعبة صعبة يعني تتطور مع الوقت نعم والانتشار هذا يكون بالذات في الوسط اللي يكون فيه كثير أطفال هي المدارس هي حدائق الأطفال الكرياش يعني كل ما كان فيه يعني كثير الأطفال إلا والانتشار يعني هناك العدوى نعم العدوى قوية جدا والعدوى والفيروس معروف أنه حتى يعني كيف ينتشر بعض ينتشر بالهواء وباللمس ممكن خطر لأنه الفيروس هذا ممكن يظهر في الدموع في السائل تالأنف في السعلاء في العطس وبتالي الناس يمسحوا وربما يمسوا حتى الناس الكبار اللي عندهم مناعة ضد البحمرون إذا كان فيه عدوى ممكن أنهم يكونوا هما الوسيلة توصيل هذا الهويروس الناس اللي ما عندهمش وبالتالي كون أن العدوى كثيرة وقوية جدا بإمكان أنها تمس ألاف الناس إذا كانوا محتشرة يعني ليس فقط الأطفال الصغر يعني حتى الكبار يمس كل الناس وكان بعض الفئات اللي ممكن تعاني بقوة هم كل الفئات اللي عندها نقص في المناعة سواء الأطفال الصغر جدا ما بين الثالثة والثلاثة شهر كما قلت أو الناس اللي الوقاية ضد الأبو حمرون نقصت مثلا شفنا أن الناس اللي داروا لقاح واحد في العشرين سنة ممكن أنه يظهر أبو حمرون من جديد خاصة في هذا رأينا في الأوسط تعالى الجيش مثلا في أمريكا رأوا أنه في العشرين سنة ممكن يظهر يعني أنه كان فيه كثير ناس بمجرد وجود عدوى ممكن تمس مئات الناس بسهولة النساء الحوامل وكذلك الناس المسنين ممكن إذا ما كانش عرفوا العدوى من قبل ممكن أن لا تظهر عنهم عدوى ولكن بصفة قليلة بالنسبة للرضيعة يعني لازم تكون احتياطات خاصة بالنسبة للمرأة الحامل نعم مع كل ناس هذولي ممكن أنه لازم يكونوا بمنأة عن هذه العدوى فإذا ظهرت حالة في بيت من أحسن أن الطفل هذا يبقى في البيت وما يروح في المدرسة وحتى أنه ينعزل يعني عن باقي أفراد العائلة صعب إذا كنت في بيت وحده صعب ولكن من أحسن بالنسبة للأطفال لماذا داروش أبو حمرون وكان في البداية جدا ممكن أن اللقاح ينقص من رغم أن اللقاح يعني متوفر في كم الآن اللقاح متوفر في كل جهات وفي الحقيقة ما نقدرش نكثر من النصيحة بأن اللقاح مهم جدا وأنه كل ما واحد استعمل لقاح إلا وبعد عنه خطر هذه الآفات لتفتك في الحقيقة خاصة في الأوسط التعطفول طيب صراحة بروفيسور أنت رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي وأنت دائما في الميدان ومتابع لي أشان صحي هل تعتقد أن السياسة الصحية في الجزائر فشلت في مواجهة البحمرون في الجزائر نظراً يعني للأرقام تكل سنة لا نعرف أن السياسة الصحية في الجزائر مبنية على الوقاية والوقاية العمود الفقري انتحها هي اللقاح لأنه هو أهم شيء وحنا شفنا أنه في السبعينات خاصة في الثمانينة وتسعينات أن اللقاح أعطى نتائج جد مرضية بالنسبة للعديد من الأمراض التي تمس الطفولة وبالتالي قلصنا من كثير من الأوبئة مثلاً شلال الأطفال يكاد لا يرى سعال ديكي مثلاً ديفتيريا كين كثير بالأمراض نقصت جدل أو ما صبحناش نشوفه هكذا ولكن بالنسبة للبوحمرود المشكلة مختلفة لأن الفيروس ذو انتشار كبير وسريع جداً وبالتالي باش ننوقف الانتشار لازم نلقح 90% من السكان أو من الأطفال الموجودين في منطقة ما فإذا كان التلقيح 50% أو 60% ممكن تظهر حالات وإذا ما كان عدماً لدى اللقاح فتكون فيه بؤر غير ملقحة وبالتالي هي معرضة لانتشار العدوى فيها طيب هل اليوم الأولياء لهم مسؤولية في إصابة أبنائهم في بداية البوحمرو المفروض المسؤولية 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 هي أنه لازم كما يديه المدرسة ويحرص على تعليمه لازم يحرص كذلك على صحته وبالتالي لازم يعرف أنه فيه متابعة التعالي التلقيحات فإذا ما فيش تلقيح ربما في المركز يروح للمركز ثاني أو يروح للصيدلية في موجود إذن اللقاح يصبح شيء مهم جداً هو في الحقيقة ميظلة مناعية يستعملها كل طفل بش يحمي صحته ربما هذه الثقافة كانت غائبة من قبل عند أغلب الجزائريين يعني كانوا معنى كانت شعنة ثقافة التلقيح كانت فقط على مستوى معين اليوم تعتقد أنه الثقافة لم تعد غائبة يعني أصبحت عند كامل الأولياء بيبا الحقيقة لازم هنا وسائل الإعلام تلعب الدور تحاها هو التحسيس ربما كثير من الناس ما يعرفوش لأنه كان فيه دعايات يقول لك أنه صحيح أنه اللقاحات كان فيه حالة ربما حالة على عشر ملايين حالة على أكثر ويكون فيه يعني بعض الأعراض أو حتى وفيات في حالة يعني نادرة جداً ولكن هما يخذوا هذه الحالة نادرة جداً ويبقوا يتكلموا عنها ولكن هذا المرض أنا يعني اللقاح يحمي مثلاً عشر ملايين ولا مئة مليون فإذا كانت حالة نادرة ما لازمش نحكم على هذا اللقاح خاصة أن إذا خلنا الفيروس يعني في طبيعته الطبيعي هو يفتك بواحد إلى على خمسة أو واحد على عشرة وبالتالي نحن ناجحين في هذا كل ما غطينا كل ما عطينا لوقايا الأطفال كل ما يعني منحنا لهم فرصة أنهم يبتعدوا عن هذه الآفة إن شاء الله طيب في الأخير بروفيسور مصطفى خياطي ماذا ننصح الأولية أنت تحدث أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة أشهر ونحن نتحدث على فائدة هذا التلقيح وضرورة التلقيح نتمنى أنه الحقيقة مشكلة الإعلام كان المدرسة لازم تلعب دورها المسجد لازم يلعب دورها نحن في الإعلام يعني وقمنا بدورنا على أكمل مراكز الرياضة لازم تلعب دورها يعني في الحقيقة كل المجتمع كل المجتمع لازم يلعب دورها في هذا طيب بماذا ننصح اليوم الأولياء مرة أخرى نوعي الحقيقة هي كين مسؤولية كبيرة عن أولياء في هذا المضمار الصحة على الطفل سواء كانت في حمايته بواسطة اللقاح أو حمايته بواسطة الأكل الذي يكون يعني في المستوى أكل بعيد عن السكريات هذه التي تعطى بشيء فضيع أو الأمور الأخرى فلازم الولدين يتبعوا ويشوفوا النصائح الموجودة في هذا الباب وبالتالي يتبقوها على العائلة تحم وعلى أولادهم خاصة بشيحمهم لأن الحماية على الأطفال هذه لا حول ولا قوة على الركيز الأولى هي الولدين وبالتالي لازم الولدين يعبون دور تحم ببعض المعلومات الطيبة والمفهومة والجديرة والناجعة في هذا الميدان ربما هذه الأمور ستحمل أطفال تحمل كثير من الأفات سواء كانت مرضية أو أعراض ستظهر ربما بعد خمس سنوات أو عشر سنوات كما هو الحال بالنسبة لاستهلاك كثير من السكرية الآن إن شاء الله تصل لرسالتاك شكرا جزيلا لك بخوفيسو مصطفى خياتي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي شكرا جزيلا لك عفوا